السلام عليكم معاكم فهمي بسام وفي هذا الفيديو رح أقرأ لكم الموضوع التاني من كتاب لنعمرها معا وكتاب لنعمرها معا هو كتاب ألفت في عام 2017 ورسالة هذا الكتاب هي دعوة وتذكير للناس للعمل على عمارة الأرض من خلال إضافة القيمة والمنفع لأنفسهم ومن ثم إضافة القيمة للعالم من حولهم بالطريقة اللي بتناسبهم وهلأ رح أقرأ بشكل مباشر من الكتاب الموضوع التاني بعنوان العواطف وبتقدر أنكم فقط تسمعوني أو اتشاهدوني أثناء قراءة هذا الكتاب وهلأ مع موضوع العواطف وبسم الله نبدأ من الطبيعي أن نتعرض في كل يوم من حياتنا إلى كثير من المواقف منها ما يجعلنا نشعر بالسعادة والفرح والتفاول ومنها ما يجعلنا نشعر بالحزن والتعاسة والاكتئاب جميعنا قد تعرضنا لهذه المشائر وأحسسنا بها وتفاعلنا معها فلا يمكن إنكارها ولا تجاهلها من منا لا يشعر وقد خلقنا الله ووضع فينا العواطف والمشاعر فلا ينكرها إلا ضعيف نفس قد خشي عدم المقدرة على السيطرة عليها ولا يدعي الجهل بها إلا من كان أسير عواطفه ينقاد لها ولا يدري بأنه محكوم بسلاسلها ولا يرى حلقاتها قد جهل بأنه هو من يمسك بطرف هذه السلسلة ولا يوجد من أجبره على ذلك إن هذه المواقف التي نتعرض لها هي خير معلم لنا فمن خلالها تتكون خبراتنا في الحياة بناء على رؤيتنا لها وتحليلها وتفسيرها فتأتي ردود أفعالنا كاستجابة طبيعية لما تعرضنا له لكن كيف تأتي هذه الردود وبناء على ماذا؟ تأتي هذه الردود على شكل أفكار نتيجة تحليل الموقف حينها يقوم الدماغ بإعطاء الأوامر لإفراز المواد الكيميائية في الجسم لمحاكاة هذا الموقف والشعور به هذه هي النتيجة الطبيعية لما خلقنا الله عليه والمشاعر التي نحس بها نتيجة تحليل الموقف إما أن تكون أولا مشاعر إيجابية مثل الفرح والسعادة والتفاول وهي مشاعر رائعة من الجميل الإحساس بها وعيشها وتذكرها ولو أمكننا لابقينا بالحالة الإيجابية طوال حياتنا ثانيا مشاعر سلبية مثل الكره والحقد والغضب والشك والحزن والضيق وهذه المشاعر غالبا ما تسبب لنا المشاكل وإن عدم الانتباه لها سيجعلها تسيطر علينا وتوجهنا إلى حالة نفسية سيئة نعيشها لمدة من الزمن حتى نستيقظ من غفلتنا أو ينسينا الزمن ما أحسسنا به وعيشناه قد أوجد الله تعالى المشاعر الإيجابية والسلبية في الحياة ليكون التوازن الذي بدونه سفى تكون حياتنا ناقصة وبلا معنى ولن نتمكن من العيش أبدا هنا سأعرض بعض الحالات العاطفية السلبية التي تواجهنا في حياتنا اليومية والتي من شأنها إثارة المشاكل وتحطيم النفوس وبيان أثارها لتجنبها والوعي بها والانتباه لها أولا مشاعر الحقد والكراهية إن من تسيطر عليه هذه المشاعر اتجاه شخص آخر أو شيء ما لأسباب شخصية غير منطقية أو النتيجة المشاكل التي تعرض لها بسبب ذلك الشخص أو الشيء فهي ستؤذيه وحده دون أن يشعر بها الطرف الآخر الذي لن يعرف أبدا بأن هناك من يكرهه أو يحقد عليه ولن يتأثر بتاتا بما يحدث داخل الشخص الكاره الذي يكون قد أوقد في نفسه نيرانا داخلية تؤذيه وحده خاصة كلما رأى أو فكر بالشخص الذي يكرهه سيبقى يتعذب لوحده إلى أن ينسى مع الزمن أو يغير أفكاره ليرتاح إن الناس والأشياء لن يتغيروا من أجله وإنما هو من عليه أن يغير في نفسه ليهدأ باله ويصلح حاله فكما قال الله تعالى في كتابه الكريم إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم لذلك ومهما كانت الأسباب فإنه لا يوجد أي داع للكره أو الحقد ويجب التعامل بحكمة مع من آذاك أو تسبب لك بالمشاكل ليكون القرار مبنيا على أسس منطقية عقلانية وتتمكن من الوصول إلى الحل الأمثل لأي مشكلة ثانيا مشاعر الغضب يعد من أكثر العواطف إيذاء لأن الشخص الغاضب لا يؤذي نفسه فقط وإنما يؤذي الآخرين أيضا فعندما تسيطر مشاعر الغضب على الشخص فإنه يتصرف بلا عقلانية ويظن أن من حقه فعل أي شيء لأنه غاضب ولكنه مخطئ والسؤال المهم هنا هو كيف يتولد الغضب عند الشخص ويسيطر عليه يتولد الغضب نتيجة أمر قد حدث وانتهى أو ما زال يحدث وتكون النتيجة غير مرضية للشخص الغاضب والتي تكون بمعظم الأحيان نتيجة عادية ولكنها لا تناسب مزاجه وبسبب هذا الغضب سيفقد السيطرة على عقله وتوازنه وسيفعل أمورا تؤذيه هو والآخرين لأسباب كان يمكن السيطرة عليها والتعامل معها بحكمة والشيء المؤسف في هذا الأمر أن حالة الغضب يمكن أن تستمر لدى بعض الأشخاص لمدة طويلة يفعلون خلالها أمورا عجيبة ولكن عندما يبدأ الشخص بالهدوء ويرجع إلى اتزانه العقلي سيقع في حالة من الندم لما سببه من المشاكل فكما قال محمد بن منصور الكريزي وما رأيت في الأعداء حين اختبرتهم عدوا لعقل المرء أعدى من الغضب لذلك لابد أن يعمل المرء على برمجة عقله لكي يعطيه تنبيها خاصة في اللحظة التي تسبق الغضب مباشرة بأنه قد بدأ يفقد السيطرة على نفسه حتى يتمالك أعصابه ويتجنب حدوث أمور نتائجها سيئة ولكي تكون لديه القدرة على التعامل مع أي أمر كان بحكمة وعقلانية ثالثا مشاعر الشك يعتبر من الحالات الغريبة التي قد يمر بها الإنسان نتيجة الظن السلبي سواء بنفسه أو بالآخرين فقد يتعرض الشخص لحالات من الفشل أو عدم حدوث الأمور كما خطط لها فيتهيأ له أن ما يحدث معه هو نتيجة نقص فيه أو أن هناك من لا يريد له النجاح فيتخيل أسبابا ليس لها أي ارتباط بالواقع وإنما هي أمورا وهمية غير منطقية وكلما أكثر التفكير بأوهامه كلما تعظم الأمر وانتقل إلى مراحل أعظم وسيدخل الشخص في حالة يمكن أن تؤدي إلى تحطيم نفسيته ولن يتمكن بعدها من أخذ القرارات في حياته حيث سيصبح مترددا في أفعاله خوفا من الأوهام التي أنشأها في خياله عن نفسه وعن الناس والعالم من حوله والحل هنا هو الإيمان بالله تعالى والثقة بالنفس لأنه من يؤمن بالله تعالى سوف يكون على يقين بأن كل ما يحدث معه لابد أن يكون له سبب وحكمة من حدوثه ومن يثق بنفسه لن يهتم أبدا لما يفعله الناس أو يقوله الناس من حوله ولن يشك في نفسه أبدا رابعا مشاعر التفاول الزائد في هذه الحالة يكون الشخص ناجحا في حياته وعمله ويرى بأنه لم يواجه مشكلة إلا ونجح في حلها ويكون لديه سلسلة من الناجحات المتواصلة لدرجة أنه يلغي احتمال الخسارة وبأنه لن يفشل أبدا هنا يقع الشخص في مصيدة التفاول الزائد لأنه لم يضع أي احتمال للخسارة ولا أي خطة لتجنبها حتى يأتي اليوم الذي يتعرض فيه للخسارة فيصاب بصدمة نفسية تقلب حياته رأسا على عقل وسوف يبدأ برؤية الحياة على أنها أمر سيء وأن النجاح مجرد وهم وإن لم يكن لدى هذا الشخص القدر على استيعاب ما حصل له ليلوم نفسه ولا يلوم الحظ والآخرين لينهض ويبدأ من جديد فإنه سيبقى متشائما ويرى بأن زمان النجاح قد انتهى وكم التقينا بأشخاص يتحدثون عن الماضي كمن يتحدث عن مجد ضائع ويتحسرون على زمانهم جاهلين بأنهم هم من أوصلوا أنفسهم إلى ما هم عليه لاستسلامهم لما حدث معهم وضعف إيمانهم بالله وأنفسهم إن من لديه إيمان بالله تعالى سوف يوقن بأن كل ما حدث معه كان بمثابة درس له وهو أمر كان لابد من حدوثه لحكمة من الله تعالى وبثقته بنفسه سيتابع مسيرته وينظر إلى الحياة بتفاؤل ولكن بشكل متوازن بأنه كما يوجد احتمال للنجاح فإن هناك احتمال للخسارة أيضا هذه بعض الحالات التي قد يتعرض لها الشخص في حياته اليومية ومن لم تكن لديه القدرة على استيعاب ما يحصل له فإنه سيقع ضحية لعواطفه ويدخل في حالة عذاب نفسي يكون هو من أوصل نفسه إليها ويبقى التساؤل لماذا نوصل أنفسنا إلى هذه الحالات ولا نحاول تجنبها أو الابتعاد عنها ما لنا نلقي ببالنا إلى أمور ليس من شأنها إلا إرهاق نفوسنا أعمينا عن جمال الحياة من حولنا أن فقدنا إيماننا بالذي فطرنا فالحياة ماضية معنا أو بدوننا لا تنتظر رأينا ولن يهمها أمرنا فإن رضينا وتفاعلنا معها بحكمة كانت لنا وإن رفضنا وتفاعلنا معها بجهل كانت علينا هذه هي دنيانا وما جاءت بجديد لتفرضه علينا فيا ربنا ألهمنا الحكمة لتصحيح رؤيتنا وامنح نفوسنا الصفاء لنكمل مسيرتنا وانزل على قلوبنا سكينة نعرف بها سلامنا ولا تجعلنا عبيدة أنفسنا آمين يا رب العالمين وأختم بهذه الخاطرة الشعرية وهذا هي الميزة لميزت فيها الكتاب أن كل موضوع من مواضيع هذا الكتاب ختمته بخاطرة شعرية والحمد لله هي جميع هذه الخواطر الشعرية من كتابتي وتأليفه وليست استعارة وخاطرة موضوع العواطف هي كالتالي أيها الناس إني منبهكم لأمور تهمكم فاعقلوها إن العواطف نعمة من الله عليكم فلا تنكروها تلونوا الحياة بأفراحها وأحزانها ومن دونها ما استطعتم أن تعيشوها ففرح وسرور وسعادة ترغبونها وغضب وحقد وشك تكرهونها ولتكون حياتكم سعيدة عليكم أن توازنوها وإذا أرادت السيطرة على أفعالكم فلا تدعوها وإلى ما فيه فائدة لكم أن توجهوها فاحمدوا الله على هذه النعمة واشكروها فلولاها ما تذوقتم طعم الحياة ولست شعرتموها وهيك بيكون الموضوع الثاني من كتاب لنعمرها معا خلص وهو موضوع العواطف بشكركم على المتابعة وإذا كان عجبكم هذا الموضوع أنكم تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا بالقناة والسلام عليكم ترجمة نانسي قنقر